جولة خمسة لوزير الخارجية الأمريكا أنتوني بلينكين لإسرائيل وربع للشرق الأوسط منذ بدء الحرب على أخواتنا في غزة الحقيقة الأجواء فيه توطر مستمر ومتصاعد استمرار الحرب ما بين حرب إسرائيل على الفصائل الفلسطينية في غزة وتصاعد للتهديدات بالحرب على جهاد عدة وتساعد رقعة الصراع زي ما شفنا الأيام اللي فاتت اللي حصل في لبنان وفي إيران والعراق وتهديدات في مدخل البحر الأحمر جمود في الوساطة المصرية القطرية للتهديئة في غزة بعد اختيال صالح العروري في بيروت فالحقيقة يعني ماذا يحمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في هذه الجولة للشرق الأوسط